ايه انا رامي من ادفاي ايه 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 اي 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 شركة ادفاي انا من قدم ترينج ووقشوبس بنعلم فيها الناس ازاي تعمل روبوتس وحاجة زي كده فروم زيرو فروم سكرتش باش بنسال لازم يكون حدي يوما عنده مهندس او خريج مش مشكلة لازم ينعلم الناس فروم زيرو شاشتاز بيكونو من عنده القرآندمس عالية ما نزلين نهاردا ميكرو فير بحيث ان الناس تجرب بأيديها ان اذا كلاه ده سهل وسهل انه يتعامل فننشح لهم بس لازم نشعرونهم لحاجة التجربة بتاعتها تكون الناس جربتها بأيديها فنا نزلين بكزا ملعب اول حاجة نزلين بيها حاجة اسمها الميزبوت كيف نشايفين هو فيها احيب فيه اربع اربع روبوتس هنا في الملعب ده هو ميز هيا متاهة وهذا ما يحدث فيه هنا حاجة اسمها Virtual Reality Headset وهي تلابس في الوش وعن طريق الاثنين في كل عيام تشبع عند لنس وهي هنا موبايل الشاشة تجديني اشوف هو الروبوت جوه الميز شايف ايه فانا قادم ان اشوف هو ازاي بس عايزة اقول له بقى عايزة اتحكم بقى في الروبوت مش بتحكم به جويستيك هوا عن طريق التيتنج بتاع راسي يعني انا لابسها لو بسطل قدام الروبوت يمشي قدام بسطورة الوش يمشي ورا وعن طريق الروبوت يميين او شمال فالروبوت سيليف حوالي نفسه يمين او شمال حسب حاجة اخراسي فانا كده عملت اميرس يعني انا كده خليت بلاير او الراجل اللي بيسوه الروبوت هو الروبوت هو عايش معاه وبعد ما بيجربها احنا بقى منشرح له ازاي عملنا الروبوت ايه فكرته عاملة ازاي تجدين موضوع بسيط جدا بعد اما الواحد بيجرب بيجرب سلف اكسperience ويبقى سكتير جدا انا نوصل الى المعلومة ونزين برضو حاجة تانية برضو من نفس الفكرة بس الروبوت سموركوم لحاجة شوية فيها ميكانيزمس اكتر وبردو الناس بتجربة بيديها عشان بس نشرح لهم بيها ويجربوا بيديهم ونكسر حتة الرهبة بتاعت ان الحاجات دي صعبة لا هي مش صعبة ولا حاجة هي سهلة جدا اشتركوا في القناة